السلام عليكم احضرات ان شاء الله هنبدأ بحل شيت ثلاثة الخاص بالبرج الشيت ثلاثة طبعا هنقسمه الجوزين الجوز الاول هنشرح مسائل ال DC بريج والفيديو اللي بعد كده هنشرح ال AC بريج عشان كده شيت ثلاثة هقسمه ال 3A ده الفيديو بتاع النهاردة والفيديو اللي جاي هيبقى 3B الخاص بال AC نبدأ باول مسألة في الشيت مسألة اول مسألة في شي بيقولي ان انا عندي اه عايز اللي بيمر في الدايرة اللي قدامنا في شكل ديه. مديني وكيام ار واحد وار اتنين وار ثلاثة وار اربعة. بيقولي بيقولي بتاعته اه مقاومة الجيلفانو ميتين اوم. طبعا دي الرسم عندي عادي ار واحد وار اتنين. ار ثلاثة وار اربعة والجيلفانو في النص هنا والبطارية عندي ستة فولت. طبعا انا اعيد رسم المسألة تاني هتبقى بصورة اوضح ادي ار واحد وار اتنين وار تلاتة ار اربعة اسمي النقطة دي اي والنقطة دي بي وهنا سي و دي والبطارية عندي اي ستة فولت هلتب كامل المسألة عندي او الكامل الموجودة في المسألة ار واحد واحد كيلو ار اتنين واحد ستة عشر كيلو ار تلاتة تلاتة ومسك كيلو ار اربعة سبعة ومسك كيلو عايز اي جي هو الطيار بيمر في الجيلفان البطارية عندي ستة فولت طبعا بالشكل ده مع درشة يجيب طيار الجيلفاني. لازم احاوله دايرة آآ دايرة هي الدايرة المكافلة الدايرة اللي قدامنا دي. طبعا عشان احل مسألة زي كده. مباشرة بدل ما احاول دايرة لسيبنين وآآ اخد وقت اعمل تشيك للكونديشن بتاع البالانس عندي. ممكن تبقى الدايرة بالانس. فكده باخد وقت طويل جدا وفي الاخر تطلع الدايرة بالانس. في الاول اعمل تشيك للكونديشن بتاع البالانس. البالانس بيقول ان حصل ضرب كلهم كوميتين متقبلتين بيسوي حصل ضربهم كوميتين الباقيين. تاني يبقى ار واحد فارة بعض دول اللي بيقبله بعض بتسوي ار اتنين وفارة تلاتة. ده الكونديشن. يبقى هنقول ار واحد فارة ربعة. تربط ار واحد فارة ربعة. تلعت بسبعة ونص. طبعا هنا كيلو ام وكيلو ام. فمش هحطها واحدة ولا حاجة هنا. هضرب ار اتنين وفارة تلاتة. تلعت خمسة وسيط تمنعشن. القيمة واحد او المعادلة واحد لا تسوي المعادلة اتنين. يبقى ما فيش عندي بالانس. يبقى لازم اكل المين لسيفنين عندي. دائرة او دائرة مكافأة انا عايز بطايرة الجيلفانو. فانا الجيلفانو اللي عندي ده بيبقى في البرج عمني بشيله هنا وبحطه ايه? في دائرة مكافأة. اهو. وبجيب مكاومة اسمها وفيسيبنن. تبقى دائرة عندي بسيط عندي. يبقى انا كل اللي عايزه. الام قدار اجيب الاجي جي اللي هو طايرة جيلفانو بيبونرو في الدايرة دي. اجيب ازاي? الدايرة اللي فوق دي زي ما انتم شايفين كده. عشان اجيب بشيل اللود. الجيلفان هنا اعتبر بلود. بشيله وبحط نقطتين مفتوحين. فالنقطتين المفتوحين دول بروح اجيب عليها. نقطتين مفتوحين اهو بجيب عليها. والدايرة هي نفس الدايرة ما فيش اختلاف. هو عبارة عن الفولت بين النقطة اي و بي. معروف الفولت بين النقطة اي و بي او اسمه بي اي بي бесاوي الفولت اي نقص بلت بي. فبضيف هنا الدي دي. يبقى بي e đi ناقص بي بي دي. يبقى فين بي اي دي. الي هو الفولت عالمقام ار تلات. ناقص الفولت لعالمقام ار اربع. او عندي الفولت اي ناقص الفولت بي هاخد مين? هاخد نقطة سيعلم المشترك. هيبقى هيبقى في سي اي ناقص في سي بي. هو مhãيس وي سي اي اللي هو جهد المقومة ار واحد ناقص جهد المقومة ار اتنين يبدأ ممكن تحل بالطريقة اللي فوق او اللي تحت طب البي اي دي بيساوي ايه الجهد على المقومة اللي هو اا ار ثلاثة بيساوي ايه كمت البطارية في كمت المقومة ار ثلاثة على مجموعة ار واحد زايد ار ثلاثة لان ار واحد زايد ار ثلاثة في البرانش دات اولي في اديني كمت البطارية في ار على واحد زاد ارتلات. عيوضت تحكمت البطارية ستة وقيام المقومات اللي قتعيندي اربعة وستة مع عشرة. BVBD believing B ambul C هcia متنساش لو انت بتجيب البولت على ارتلاتة لازم تجيب فيلت على المقومة ار أربعة. لازم تطبخ في القانون ده. يعني ما ينفعش واحد يجيب فيلت المقومة ارتلاتة وبولت ارتين وتروح من بعض غلط. لازم اطرحAppe اللي هو فيلت المقومة ار تلاتة ونقاس بولت المقومة R4. بولت المقومة R4 اللي هو بيسوي قيمة البطارية هتبقى R2 و R4 توالي. هجرب البطارية في R4 على R2 زاد R4. طبعا انا عرضت بلقيام تلعة اربعة وتسعة من عشر فلت. هترح القيمتين من بعد. يبقى LV7 هو طرح القيمتين من بعد. تلعة عندي تقريبا سبعة وشين من مية ده اول حاجة في الدايرة دي يبقى اجيبت يبقى اجيب بعد كده اجيبها اول حاجة دي البردج عندي ارجح تاني للشكل الاساسي ده شكل الاساسي بتاع داي انا الجيلفانو ده بعمله اوبن عايز على طرفيه بعمله اوبن بجيب ار سيفنن على طرفيه هجيبه ازاي اول حاجة بيقول لك مكان اللود اللي انت عايز تشيله اللي هو الجيلفانو بحطه بطاريه ومية حط بطاريه ومية ونفس الشكل لك اي في الدايرة بعملهotle سيركيت البطاريا اللي برا عملتها يا بالتاني اي في الدايرة معمليل váriosاكر주�ين والمكان اللي انا عايز اجيب له او او بالنقطة بيكونين بالنقطة نقطتين دول يحط بطاريه وهمية عندي تبقى مصدر الطير وبالتالي اجيب هي المقاومة المكافاة للدايرة دي هلمقاومة المكافئة للدايرة دي اعمل ايه بصوا كده عندنا هذه البطارية اها هتبقى ار واحد وارية اتنين اهي نفس الشكل النقطة فوق دي هي نفس النقطة صي هنا واراتة واربعة لتحت نفس النقطة دي اهي ما فيش اي اختلاث الشكل ده هو ده. ci انا ايه زبطتو شوية. تعال كده ننزل تحت شوية. الشكل ده البطارية اهي. ادي نقطة اي و بي. نفس النقطاتين اي و بي البطارية. النقطة ايه هنا. هطلع المقامة ار واحد هنا. وارzeitة كده كده اشمال. هسحب ار واحد اشمال وارcking اشمال. زي انتو شايفين كده ار واحد ور تلاتة طيب مش النقطة دي سي هتبقى مع ار واحد سي والنقطة الهنا دي دي يبقى مع ار تلاتة دي اهي ده اللي عملتم مع البرانش الشمال هعمل نفس الكلام مع البرانش اليمين يبقى ادي سلب بتاع البطارية والنقطة بي اهي ار اتنين دي هخليها ناحية اليمين كده وار اه اربع ناحية اليمين هتبقى ار اتنين مشتركة مع نقطة سي يبقى ار اتنين للنقطة التانية سي والنقطة اللي هنا مع البطارية B. اهايي. نقطة لبطارية B ونقطة اللي برا C. مع نفس نظام اربعة اربعة مع البطارية B مع اربعة مع البطارية B ومع我們 لبرا D. هنا D. يعني الشكل ده انا حاولته للشكل ده. تعال كده. في نقطة مهمة هنا. ايه رأيك هنا? انت اوكي تمام corte C وصل Bc UP D. ه sweetness أول حاجة. وصل C دي من هنا. وصل C بضي من هنا. دا النقطة. تمام? طيب. اه في نفس الوقت. انت في سي ناحية اليمين هنا. في سي ناحية الشمال. ادي سي ناحية الشمال. وادي سي ناحية اليمين الاتنين متوصلين مع بعض. وفي نفس التوقيت برضو. دي هنا تحت بص كده دي من تحت. دي على اليمين. ودي على الشمال متوصلين ببعض. يعني النقطة دي. ودي المفروض يتوصلوا ببعض. يعني المفروض الشكل ده يبقى ازاي. يبقى زي ده. يبقى عندي الشكل الفوق اهو. اول حاجة سي اه سي وي دي بيتوصلوا مع بعض و سي و دي يتوصلوا مع بعضها ما تنساش السي ناحية اليمين تتوصل بالسي ناحية الشمال اهو والدي ناحية اليمين تتوصل بالدي ناحية الشمال بي ده الشكل المكافئ للدائرة اللي فوق ده الشكل النهائي الشكل النهائي ده اعمل ايه? عند البطارية هي هيطلع طيار الطيار يتجزق في ار واحد و ار ثلاثة يرجع ثاني يتجمع يمر الطائرة الكل هنا يرجع هنا يتجزأ في R2 و R4 يرجع تاني يتجمع في البطارية يبقى الطائرة البطارية الطائرة الكل عبار عن ايه يتجزأ في R1 و R3 يتجمع تاني يرجع يتجزأ تاني في R2 و R4 يبقى R1 توازق R3 و R2 توازق R4 طبعا R1 و R3 حصل ضربهم على مجموحهم R2 و R4 حصل ضربهم على مجموحهم يطلع على القيمة 2 كيلو دي R7 طبعا زي ما احنا قلنا في الدايرة اللي فوق هنا عندنا R7 عندنا R7 و R7 و RG عندنا RG قيمة المقاومة موجود يبقى الدايرة ببساطة بالدايرة بسيطة جدا طيار الدايرة بيساوي ايه جهد الدايرة على مجموعة مقاومات الدايرة R7 زائد RG يبقى IG بيساوي ايه كيمة البطارية على R7 اللي هي تقريبا 2 كيلو عوضته عوضته لأوم طبعا RG عندنا 200 أوم عوضته طلعت 121 مايكرو أمبير ده كيمة الـ RG بكل بساطة نروح لمسألة 4 مسألة 4 شبهة بمسألة واحد بالضبط عندنا نفس الدايرة مفيش اختلاف نفس المقاومات هي هيغير قيم القيم بس هيغير القيم هيغير القيم R1 و R2 و R3 و R4 بيقولي ايه في المسألة اللي قدامنا ديه بيديني السنسيتيفتي بتاعت السنسيتيفتي بايه 10 ملي متر لكل مايكرو أمبير و بيقولي كمان اوجد الجيلفانو ديفليكشن لما الـ RG تبقى 500 يبقى هم الدك الـ RG بـ 500 ومديك كمان السنسيتيفتي بتاعت الجيلفانو 10 ملي متر لكل مايكرو أمبير اوجد مين الديفليكشن اوجد الديفليكشن هي نفس مسألة واحد تعال نشوف نحلها ازاي طبعا نفس الرسمها مفيش اختلاف و R1 و R2 و R3 و R4 حطت الكيم السنسيتيفتي 10 ملي متر لكل مايكرو أمبير RGE بـ 500 هو عايز الديفليكشن تمام؟ طيب هو السنسيتيفتي بتسوي ايه؟ السنسيتيفتي بتسوي الاوبوت على الـ input الاوبوت عندي ديفليكشن لان دايما الاوبوت بتاع الجيلفانو عبارة عن انحراف الـ input بتاعه عبارة عن طيار اسمه IG طيب يبقى الديفليكشن بيسوي ايه؟ السنسيتيفتي في الـ IG مش السنسيتيفتي عندك 10 ملي متر لكل مايكرو أمبير طب هو الـ IG؟ ده انت عايزه يديك الديفليكشن يبقى هدف المسألة اصلا مش عايز الديفليكشن عايز الـ IG الـ IG اضربه في السنسيتيفتي ديك الديفليكشن اللي هو الاوبوت يبقى هدف المسألة تجيب الـ IG نفس الفكر نفس الانانسيز بتاعك المسألة اللي فاتت يبقى اجيب IG ازاي؟ عشان اجيب IG يبقى اجيب R7 و V7 R7 بتسوي مباشرة R1 توازي R3 و R2 توازي R4 بجمع الاتنين على بعض طبق هنا انا ضربت R1 في R3 اهو و ضربت R2 في R4 و جبت المحصلة بتاعتهم طلعت 667 اوم دي R7 V7 طبعا طرحت VAD ناقص VBD اللي هو على R3 و R4 طرحتهم من بعض خلي بالك ممكن الاشارة في V7 تطلع بالسالب لا انا ما يهمنيش الاشارة سالب ولا موجب انا باخد القيمة انا لا اهتم بالاشارة هنا اللي يهمني القيمة نفسها طلعت V7 بالقيمة دي الـ IG بيسوي V7 على R7 زائد RG طبعا جبت الـ IG هنا طلع عندي بـ 11-35 ميكرو الديفليكشن بيسوي ايه؟ السنستيف تفمين في الـ IG السنستيف تخلي بالك 10 ملي متر لكل مايكرو امبير في الـ IG عندك 11-35 ميكرو امبير فلي بالك هنا الوحدات الميكرو امبير مع الميكرو امبير يطلع لك الاوبوت 113 ملي متر ديفليكشن طيب نروح لمسألة 2 مسألة 2 هنا نفس الرسمة برضو مفيش اختلاف والبطاريس الطبول هنا بيقولي في ايه في مسألة 2 بيقولي ان كل المقاومات عندي عبارة عن قيمها R يبقى كل المقاومات هنا R1 و R2 و R3 قيمهم R معادة R4 كيمتها ايه بيقولك ان R4 يعني تختلف عن R يعني كيمة R4 عبارة عن R زق دلتا R بتضغير بمقدار دلتا R بيقولك ان دلتا R خمسة في المية او طبعا هو ما قالش يعني ما ينفعش اقول ان R و R4 بتسوي R زق دلتا R غلط او R ناقص دلتا R غلط هو بيقولي ان هي يعني بتختلف عن R بغاية دلتا R يبقى معرفش اقول موجة بالسلب فبالتالي لازم اول موجة بالسلب في نفس التوقيت يبقى بيقولي يعني اشتاق معادلات رياضية يعني اشتاق معادلات يعني اشتاق معادلات او اعمل علاقة بالفولت بتاع بين النقطة بين النقطة بيقولك العلاقات اللي انت حصلت عليها من فوق دي عود بيها بقيم المقاومات دي عندك هنا عشان تحصل على تمام طيب بس خلي بالك هنا عايز مين عايز الطيارة خلال الجيلفان عايز طيارة خلال الجيلفان نروح للرسمة تاني انا عدت رسمة رسمة تاني R واحد وR اتنين R ثلاثة R اربعة واجه البطالية نفسها رسمها فيش اختلاف R واحد R اتنين R ثلاثة بيساو R R اربعة بتساو R زائد وموجة بالدلتا R زي ما قلنا طبعا ال R هنا بالاوم والدلتا R بالاوم طبعا لك هنا كل الوحدات بالاوم هو عايز اكسبريشن لل V7 وR7 كمان عايز ال RG طيارة جيلفانيو لما R واحد وR اتنين وR ثلاثة بيساو 500 اوم وR اربعة بتساو 525 اوم وR G مية خمسة وعشرين اوم بكل بساطة هنروح للدائر هنجيب V7 V7 بين او بي بساو ايه V7 VAB VAD نائز VBD او فولت على المقامة R ثلاثة ناصف فولت على المقامة R أربعة طبعا يبقى بيساو البطارية في كيمة R ثلاثة على مجموع الاتنين لان ده فولتش ديفايدر والبرانش ده فولتش ديفايدر يبقى البطارية في R أربعة على R اتنين آآ زائد R أربعة خلي بالك في طرحين ان انت بتطرح تعالوا نعوض كيمة البطارية بقامات R ثلاثة هو بيقولك ان كل المقامات دي R و 2 و R ثلاثة بيساو R أما R أربعة بيساو R , plus minus delta R احنا قلنا plus minus عشان ايه هو ما قالكش increase ولا decrease فانا حطيت plus minus طيب هنعوض R ثلاثة بR و R ثلاثة R و R ثلاثة R و R هنعوض R أربعة بR plus minus delta R و R ثلاثة R و R ثلاثة R في هالنص هتلاع هنا ر زاد بلاس مينوس دلتا ر وعندك هنا ر ور تبقى اتنين ر بلاس مينوس دلتا ر خلي بالك دلتا ر دي بالاوم هنا وحدة دلتا ر برقوم طيب خدنا في قانون في الشابطة الاورس ان ر اربعة لما بتسوي ر بلاس مينوس دلتا ر بلاس مينوس دلتا ر طيب لو انا عايز اقلبها برسنتج عايز اقلبها برسنتج اكتبها هي اكتبها ار اربعة بيسوي ار بالاوم بلاس مينوس دلتا ار لو اسمتها على ار دلتا ار لو اسمتها على ار هنا هيدي ندية نسبة ما هو برسنتج وهقول ان دلتا ار على ار برسنتج بيسوي دلتا رمز اسمه دلتا يبقى دلتا هو مين البرسنتج بتاع الخطأ فانا اعمل ايه بصوا معي كده في سبن اللي فوق دي هنا هنا في عندي ار تمام وعندي ار هقسم المعادلة دي كلها بسط ومقام على ار هقسم هنا بسط على ار ومقام على ار لكني ما عملتش حاجة النص طبعا مش حاجة نحيطه تمام النص زي ما هو يعني هتبقى ايه عندنا ايه اهو في نص ناقص الجزء الاولاني هنا ار اسمت على ار بقي فيه واحد بلاس مينوس دلتا ار على ار تحت مكتوب اتنين ار هقسمها على ار تبقى اتنين بس بلاس مينوس دلتا ار على ار طب دلتا ار على ار دي مش بيرسنتج نسبة مقوية هشيله حط ما كانها ايه دلتا دلتا وده اول علاقة عندي ده اول علاقة هو عيسر ده انت لو اشتغلت على مين على على المقاومة ار تلاتة واربعة لو انت اشتغلت في البرج على ار تلاتة وار اربعة دي طب فواحد هشتغل على ار واحد وار اتنين ار واحد وار اتنين هيروح اطبقى القانون ده يبقى عندي ممكن تبقى ايه اللي هو ناقص اوه صح مفيش مشكلة يساوي جهد البطارية في كمهة المقومة ار واحد على ار واحد زائد ار تلاتة لانت ناقص ار اتنين لان انت هتجيب على ار اتنين زائد ار اربعة طيب ار دية واحد بار ار وواحد وار تلاتة بار ار زائد ار يديك اتنين ار ار اتنين بار ما تغيرتش ار تنين بار ار اربعة بر زادي. وiale بالاقلста منس. خلي بالك دلتا ار. البلاس دلتا ار. طيب هنا ار وهنا 2ieth втор. تمام العلاقة خلي بالك ما زالت دلتا ار هنا بالون. هقسم باسته مقام هنا على ار. يبقى هنا فيacesace b de MAN bag da이에ياته ب33 برح اهي. ناقص. الباست ار على ار يديك واحد اثنين ار على ار يديك اتنين. فبلاس ماينس زي آر على ار يبقى دي هي دي الدلتا اللي انا عوض عن هدي الدلتا اللي خلي بالك بيرسنتج وليس تقوم. يعني واحدة دي بيرسنتج. يعني نسبة مع وي. تمام? زي ما انا قلت اهو دلتا بالبرسنتج. يبقى انت ممكن تختار العلاقة اللي فوق او العلاقة اللي تحت. العلاقة رقم كام? آآ علاقة رقم آآ اللي فوق دي. اللي هي هنا. دي. او العلاقة دي. لو انت حليت بطريقة تانية. الاتنين صح ما فيش مشكلة. ار سيبينين بتساوي ايه? قلنا ار سيبينين بتساوي ار واحد توازق ار تلاتة. زي ار اتنين حصل ضربهم على مجموح. هنعوض ار واحد و ار تلاتة كل واحدة بار. ار اتنين هنعوض عنها بار. ار اربعة عبارة عن ايه? ار بلاس مينس دلتا ار. و ار اتنين تحت بار. زائد ار اتنين عندي بار بلاس مينس دلتا ار. تعال ار في ار على اتنين ار يديك ار على اتنين. زائد. عندك هنا ار خطه برا اهي. ار بلاس مينس دلتا ار اهي. عندي ار و ار تنين ر بلاس ميناص دلتا ر بلس sowie يا لديك العلاقة 3. من العلاقة تلاتة لو قمت置 far a R عامل مشترك. يفضل لي اه? يفضل يجهوه نص كبلاس. خلي بالك هنا في ر وار خطها ر بره ما عامل مشترك. يفضل لي ر بلاس ميتص دلتا ر واثنين ار بلاس ميتص دلتا ر بلس ميتص دلتا ار. يديك العلاقة ده. تمام? طيب بازالت الدلتا layer اللي جوى دي بالأوم. فانا لازم احاولها البرسنتج تعالنا احاولها البرسنتج يبقى اقسم بسط ومقام هنا على مين على ار خلي بالك ار البر دي مش هاجي نحيدي يبقى ار بر زي ما هي نص هقسم البسط على ار والمقام على ار لكني ما عملتش حاجة خالص ار على ار فيها الواحد دلتا ار على ار فيها دلتا ار على ار اتنين ار على ار فيها الار دلتا ار على ار ده هشيلها وحط مكانها دلتا بيت العلاقة عندي بالشكل ده تمام دي العلاقة. طيب. هو بيقول ايه? دي العلاقات اللي هو عايزه. نروح للمسألة. المسألة بيقول ايه? هات العلاقات جبناهم تمام. بعدين بيقول لك لما ر واحد ور اتنين ور تلتة بيساوي خمسونة اوم. وارد بعد بتساوي خمسونة وعشرين اوم وار جي مية خمسة وعشرين اوم. آآ عوض في العلاقات اللي عندك وهات اي جي. عوض في العلاقات اللي عندك وهات واي جي. اللي انت عملتها طبعا. تعالي نجيب avail كده العلاقات وار سبين من العلاقات بتاعتنا. اول حاجة تعال النwelt فوق كمين المقاومات. ار واحد وار اتنين وار تلتة وخمسونة اوم. يبقى ار عندي بكام خمسونة اوم. ار اربعة بكام خمسة وعشرين. طب ار اربعة بتسوي ايه? مش ار زائد دلت ار. ار اربعة بتسوي ار زائد دلتة ار. يبدأ بتسوي خمسمية زائد كم يبقى ارضى عندي كمе خمسمية خمسة وعشرين نقص خمسمية اللي هي خمسة وعشرين قوم ربيدل تلك عندنا ده انه ار ربعة تسوي ار زائد دلتا ار فبالتالي دلتا ار بتسوي ار اربعة نائس ار يبقى خمسين خمسة وعشرين نائس اياه نائس خمسمية يطلع عندي كام خمسة وعشرين قوم profiles علاقات اللي انا جايبهاmile عوض ب دلتا ار كاوم ولا برسنتج لا ده انا بعود بالدلتا برسنتج زي ما انتو شايفينه الدلتا دي برسنتج فانا اجيب دلتا الدلتا بتساوي ايه دلتا ار على ار الدلتا ار اللي هي كيمتها خانسة عشرين اوم على الار ما زالت كيمتها خمسمية ما تنساش كيمتها كام خمسمية طيب يبقى عندي الار بخمسمية وكده هنعمل ايه طلعت بخمسة من مية خمسة احاعد في العلاقات اللي فوق احاعد في العلاقة الخاصة باللتا على ار إلى الأثبعة وهو العلاقة الاولى اول على ر واحد وهو العلاقة الثانية زي ما احنا شفنا نفس الولتا مفيش اختلاف و ار سيفنين احاعد في العلاقة بتاعة اه طلعناها بخمسمية و ستة او مفيش اي اختلاف ده هرتب ببساطة اللي هي ببساطة الى اس فاني زائد ار جي بيساوي في اسفنين علي عر سيفنين زائد العلاقة لفوق. دي كانت المسألة البساطة. يبقى تاني المسألة ان كل المقاومات ار واحد و ار اتنين و ار ثلاثة من دهلك بار معد ارباح فيها ايرو اللي هو ار زائد دلتا. فانا عوضت في العلاقات عادي خلاص جدا وطلعت الاكسيباريشان وروحت معوض ومطلع القوانين بتاعتي وجايب القيم اللي هوها عايزة. مسألة تلاتة. مسألة تلاتة بيقول لي اني في البرجي اللي قدامك دي قد البطارية ار واحد واحد كيلو و ار اتنين عشرة كيلو و ار ثلاثة متغيرة و ار اربعة دي هيقول لك قيمتها دلوقتي. بيقولك ان الديس بريجي دي هيستخدمها عشان عايزة مقومة عن نون. من المقومة لان نون اللي هي ار اربعة. و ار ثلاثة بتبع باريا من متغيرة. فبيقولك ايه بيقولك ايه هو الرنجي بتاع ار ثلاثة? عشان اهضا رئيس مقومة عنون الرنج بتاعها من واحد للمت كيلو. ثاني يبقى ايهو الرنج بتاع المقومة ار تالتة? اللي خلينا مقومة اللي هي الر اواربعة الرنج بتاعها من واحد للمت كيلو. اعملي محتمل العثومة العثمة ثانية. هنا اوار اوار اض Scandinavian В aan دي ايه ار واحد واحد كيلو ار اتنين عشرة كيلو. قلت ان ار اربعة بتتغير من واحد لمت كيلو. يبجأ ر اربعة دي هنون بتتغير من واحد لمت كيلو. بيقولك ان انا عايز احط مقاومة متغيرة اسمها ارر تلاتة. الر estre بتاحها كام. عشان ايضا رئيس لمقاومة اسمها ار أربعة الرنج بتاحها من واحد لمت كيلو. طيب اعمل ايه? اول حاجة اقول له في ال ال بلنس كونديشن. ال بلنس كونديشن قلنا حصل stepping كل اتنين متقبلقتين بيساوي بقط. يبقى ار واحد فار اربعة بيساي اتنين فار تلاتة. هي هي ار تلتة هي اللي انا عايز بتاعها تمام? يبقى ار تلاتة بيساوع ار واحد فار اربعة ل ار اطنينة. ار A4 عندي لها كم رينج? من واحد لمية كيلو? المنوم واحد كيلو? يا بقى اقول له ار叉 لما تبقى واحد كيلو. عوض هنا. عوض هنا اربعة واحد كيلو يطلع لي ار ثلاثة تطلع ايه واحد لان ار واحد واحد كيلو ار اربعة بواحد كيلو ار اتنين بعشرة كيلو تطلعت واحد من عشرة كيلو اوم يبقى ار ثلاثة عشرة سوري واحد من عشرة كيلو نروح بعد كده لما ار اربعة تبع عندي ميت كيلو الماكسيمم بتاعها يبقى ار ثلاثة هول هي ار واحد واحد كيلو في ار اربعة اللي هي ميت كيلو اعلى عشرة كيلو تطلع لي عشرة كيلو اوم ده الماكسيمم بتاع R3. يبقى اربعة اللي هي انون. المقاومة انون. الرنج بتاح لما يتغير من واحد لميت كيلو. انا عايز مقاومة متغيرة اسمها R3. الرنج بتاحها من واحد من عشرة كيلو لعشرة كيلو. يبقى R3 الرنج كده من واحد من عشرة لعشرة كيلو. طبعا انا بستخدم الديسي بريج هنا عشان اعجيز مقاومة انون زي ما انتم شايفين كده. طيب. نروح لمسألة خمسة ودي اخر مسألة في الديسي بريج. ودي تعتبر من اهم تطبيقات الديسي بريج عندي. مش كامتحان ولكن كتطبيقات عملية. اه في حاجة اسميها value loop test. value loop test بيستخدم اه في اياس الكابلات اللي تحت الارض لما يحصل فيها مشكلة. يحصل في حتة معينة. تمام? طيب. في الرسم الموضحة في الشكل هنا طبعا انا بسمت رسمة تانية هنا. عشان تبقى واضحة شوية. بيقول لي. بيقول لي ان عندي آآ 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 بيقول لي ان السويتش اس ده اللي هو اس اللي هنا ده هنشح على الرسمة دي. بيقول لك لو كانت عالبوزيشن ايه? البريج بتبقى بيقول لها ار تلاتة وقتها كانت تلاتة وخمسين اوم. يعني عندنا ار واحد وار اتنين بيقول لك انا عشان اس ده يبقى على ايه على البوزيشن ايه? بيقول لك لما السويتش اس كان عالبوزيشن بي لما انا نقلته عالبوزيشن بي نقلته عالبوزيشن بي هنا بيقول لك انه ار تلاتة دي بيقيت وقتها 52.59 من 10.azo تمام بيقولك ايه هي المسافة how many meters from the bridge has a short to ground بيقولي ايه هي المسافة خلي بالك المسافة اللي هي دي اكس ايه هي المسافة اللي من البرج دا البرج عندي ايه هي المسافة اللي هي اكس دي من البرج الحتة صغيرة دي اللي بيقولي short to ground يعني حصلها shortly ground يعني عايز المسافة اللي حصل فيها شورت لما تكون مقاومة الشورت واحد من مية اوم لكل متر طيب تاني انا هعمل اه انا للمسألة كده ببساطة تعلم بص مع بعضها كده دي الرسمة عندنا ار واحد وار اتنين وعندنا ار ثلاثة متغيرة عندنا اتنين بوزشان اي وبي ودي اللي سويتش اسمو اس وعندي بطارية قيمتها ستة فولت بيقول ايه بيقول انها عند كابلة طبعا الكابلة بيبقى طرفين رايح جاي فقال الكابلة رايح جاي كيمة مقاومة الكابلة رايح اسمه ايه كيمة مقاومة الكابلة جاي اللي هو راجع اربي لهال مسافة من هنا الهنا دي كلها اربي خلي بالك دي كلها اربي تمام وجات النقطة دي والحتة دي طبعا دوايا خاص بالبرج ده. تمام? يبقى من النقطة دي لدي ار بي ومن النقطة دي لدي ار ايه. بيقولي هنا لما انا ار واحد عبارة عن الف اوم او واحد كيلو ار اتنين بمية اوم. دي الدايرة اسميها فالي لوب تست. بيقولي عند البوزيشن ايه? لما انا عبقى على البوزيشن ايه? بوزيشن ايه يعبقى طرف الارض ده مفصول. في ارض هنا في الدايرة ده لكنه مش واصل خلص. طول ما انت على ايه? يبقى دية مفصولة والحتة دي مفصولة. تمام? بيقي بريج عادي بيقي ار واحد و ار اتنين. و بيقي ار تلاتة و بيقي هنا النقطة ده. ده كله بييدراع واحد شايف? ار اي و ار بي ده بيدراع واحد. اكيد انه بيقي مقاومات. تمام? طيب. بيقولك البرج اس بلانسد و ار تلاتة تلاتة وخمسين اوم. طيب. عند البوزيشن بي. بيقولك برضو البرج بلانسد و ار تلاتة كانت اتنين و خمسين وتسعة من عشرة اوم. تمام? عايز كيمة اكس. اكس اللي هي المسافة بين البريج. اللي هي المسافة عن البريج دي اللي هنا. وقتها حصل شورت للجراون. تمام? ومجد قيمة بتاعت الشورت واير بيقبل القيمة دي اوم لكل متر. تعال مع بعض كده. عندي اتنين بوزيشن. بوزيشن ايه? بوزيشن ايه? يبقى الارض ده مفصولة والطرف ده مفصولة. ان الارض ده هيبقى مفصولة. لما اوصل ايه كده? بيقى البرج عندي ار واحد. ار اتنين و ار تلاتة. وبيدقى الدراع ده ار اي زائد ار بي ده كله على بعضه ده دراع واحد. ليه مقومة واحدة. هنا هيحصل بلانس. بلانس يبقى اضرب المقومة ار واحد في المقومة اللي قبلها اللي هي ار اي زائد ار بي. بتساوي ار اتنين فار تلاتة. تعال كده مع بعض بوزيشن ايه? هيبقى عند البوزيشن ايه? ال بالانس بيقول ان ار واحد في المقومة اللي في الدراع اللي قبلها ار اي زائد ار بي سوى ار اتنين فار تلاتة. ار اتنين و ار تلاتة عندك اللي هي تقريبا الف و مية. وعندك ار واحد اه سوري اه ار اتنين بمية و ار تلاتة بتلاتة وخمسين اوم. عندك ار واحد بالف. اه طلعت اي ار اي زائد ار بي ار واحد ار اتنين. ار واحد ار اتنين. الدراع اللي هنا عبار عن ايه? ما بيسه ايش ار ا زائد ار بي لأ دع بي اي ار ا زائد جزء من ار بي يكنا بي ا ا ا زائد جزء من ار بي تمام? طب و ار اكس دي هتبقى اتضفة فين? هتبقى اتضفة على ار تلاتة. يبقى ار اكس دي هتبقى اتضفة ناحية ار ا تلاتة ليه? لان قلنا اللي اه سويتشن ده هتوصل ب بي. بنقدة بي لي. الارض هنا يجي الطرف ده جاي هنا كده ويبقى وصل بالحتة دي لما يوصل بالحتة دي يبقى الجزء ده هيبقى الضف مع ده بيده دراع ور ايه وجزء من ار بي بيدراع تاني خالص تمام طيب هتبقى ار تلاتة زاد ار اكس دي دراع طيب الجزء ده عبار عن ايه الحتة دي عبار عن الكلية اسمها ار بي اللي برا كلها ناقص ار اكس يبقى ار بي كلها ناقص ار اكس ديك الحتة اللي هنا دي يبقى الحتة اللي هنا عبارة عن ار بي ناقص ار اكس والحتة اللي هنا دي اسميها ار اكس تمام هيبقى عندي هنا مقامة الدراع ده عبارة عن ايه ار ايه اللي فوق زاد الجزء ده عبارة عن ار بي الجزء ده عبارة عن ار بي ناقص ار اكس و ار اكس اللي هنا دي هتتضاف مع ار تلاتة يبقى نروح كده عند ال بي هيبقى عندي ايه ار اتنين في الدراع اللي قابلها. الدراع اللي قابلها. تعالوا نشوف كده. يبقى ار اتنين في الدراع اللي قابلها. الدراع اللي قابلها ار تلاتة زائد ار اكس. ار تلاتة زائد ار اكس. تمام. ار واحد هتتضرب في مين? ار واحد هتتضرب في ار ايه زائد الحتة دي. الحتة دي اللي هي ار بي ناقص ار اكس. لان ار بي هي الدراع كله ده. ده كله الجزء ده ار بي. والحتة دي ار اكس يبقى الحتة دي عبارة عن ايه? الكل ناقص الجزء ده. تبقى ار واحد في افتح كوس ار ا زائد ار بي ناقص ار اكس دي الحتة صغيرة اللي احنا قلنا عليه. تمام? طيب ار ا زائد ار بي هنا انت جايبها من فوق خمسة وتسعة من عشرة اوم. عوضت عنها. طيب ار تلاتة عندك اثنين وخمسين وتسعة من عشرة اوم. طيب هفك المعادلة دي بعد ما فكها خالص هيطلع عندي ار اكس بكام تسعة وتسعة من مية في عشرة اصي سالة بتلاتة اوم. لاحز ان قيمة المقامة احنا صغيرة جدا. قيمة المقامة كام? ار اكس تسعة اه في عشرة اصي سالة بتلاتة اوم. فينا ال ار اكس اللي هي الجزئة دي. مقامة الجزئة دي اسمها ار اكس. تمام? طيب. هو عايز المسافة اللي بيحصل فيها شورت من البريدج اللي هي المسافة اكس دي. اللي بيحصل عندها ار اكس تبقى مين? ايه؟ اقول كده ار شرط هو مد هالي ار شرط بيقولي للار دي. اه عبارة عن ايه? بيقولي ان هي القيمة دي قم لكل متر قم لكل متر. يعني ايه العلاقة دي يعني ار اكس على اكس. ار اكس يعني بقومة ار اكس على اكس اللي هي المسافة. اللي هي اللي هي القيمة المقاومة على للجراوند عندي اللي هي القيمة دي. عوضت ار اكس باوم ودي هي وحدتها اوم لكل متر. طلع للمسافة ستة من عشرة متر. مسافة ستة من عشرة متر. ده كان من اهمة تطبيقات وكان دايما بيجي سؤال في العملي. يقولك اه اسكر اه تطبيقات انت كنت بتقول ان بقيس مقاومة النون. ايوة مقاومة النون بيبقى كابل في الارض. اه في الحقيقة هو مش بقيس مقاومة كابل في الارض صراحة. لكن من اهمة تطبيقاته ان انا اسف فين مكان الشورت في الارض. يعني في كابل في الارض كده فيه شورت. او في مشكلة بقيس فين العطل بالزبط فين? عن طريق الديسي بريج زي ما انتم شفتم. كده انا حددت العطل فين? او مسافة العطل على قدية من الديسي بريج عندي اللي هو تقريبا نص متر او ستة من عشرة متر. اتمنى يكون مساء الديسي بريجي واضحة. وانتظرنا في الفيديو الاسي بريج. شكرا جزيلا.